موسيقى نفس الحالة يعني اذا طلعت راح نسل واذا ظليت من مقيم انا سمسجون داخل مقيمة الى لوكيشن اخر وتحديدا الموصل عمر علي شاب والدته زوجة والده طبعا حسب ما هو تحدث وقبل ولادته انفصلوا عن بعض عمر هسا يعيش مع والدته في مقيم الخازر للاجئين هو من اهالي بغداد لكن انتقلوا وعمره اليوم تقريبا فوق العشرين سنة بس ما يملك اي مستمسكات السبب انه والد فقدت جميع مستمسكاتها اثناء قصف داعش على الموصل كانوا لفترة بالموصل وبعدها اتعذر اصدار مستمسكات الابنها اللي هو اصلا ما يعرف والده يعني فكان هناك مشكلة بانه يمنح لي الجنسية هذا الشاب طبعا ارسل مقطع فيديو الى برنامج لوكيشن يستنجد ويحاول يناشد انه نوصل صوته حتى نلقيه لحل لان عنده مشكلة اليوم لا يقدر يسوي وكاله المحامي لانه ما عنده مستمسكات ما يقدر يطلع من المخيم هو محبوس فيه مخيم للاجئين مخيم الخازر فموضوع شوية معقد لذلك خلونا نشوف قصطة اللي ارسلنا ياها بفيديو لبرنامج لوكيشن حتى نناقش الموضوع خلونا نشوف السلام عليكم انا اسمي عمر علي قاعد بمخيم مثل ما يشوفون هاي الخيمة انا اشد الجهات المعنية من خلال برنامج لوكيشن وبالأخص الاستاذ مازن احشي للقصة من الاول الاخر انا والدتي كانت بالبصرة من الزوجة فصار اشكال وتطلقت وقامت تتروح امامه وخوالها ما حد ما يريدها فتركتهم واجت البغداد من اجت البغداد اتعرفت على والدي بعد فترة والدتي حملت بي وصار اشكال هي والدي وتركت واجت للموصل بانه هي معتها اي احد عمام خوالك كل ما عافتهم واجت للموصل وسكنة الموصل وجابتني ورا فترة يعني ورا التسعة الشران اجيت للدنيا فمن ذاك اليوم الهذا اليوم تمشي تحاول تطليعي مستمسك ما جاي تجدار المستمسكات تعرفون تريد فلوس وهواي شغل وماكو فمن ذاك اليوم الهذا اليوم اني بدون اي مستمسك بدون اي اوراق تثبت انه اني عراقي او ابن فلان او ابن فلانة فظلينا قاعدين بالموصل اني صغير ما حد ما يحاسبني فصارت الوضع ما الداعش تعرفون جول الموصل وظلينا قاعدين بعدين صار التحرير وصار انفجارات من صار انفجارات بيتنا واحد من البيوت اللي انفجرت والتي ضاعت مستمسكات هوية الانفجار وجينا للمخيم نزحنا مخيم الخازر اللي هنا السبي نزحنا وقاعدين نسا بدون اي مستمسكات فاطالب يعني انو يسولي حل لي خاصة ان انا ما عندي نفوس من الاول من الاساس ما عندي يعني الهوية كلش مفيدة يعني الثاني ابسط حقوقي اريد اطلع اشتغل ما اقدر ليش لن اول ما راح اطلع اول سيطرة تمسكني وين هويتك اقولهم ما عندي راح يقولون اي انت عندك شي فراح يقولون هذا الشيش اكيد وهذا حقهم ليش لان انا ما عندي اي مستمسك يثبت انو عراقي او ابن فلان او ابن فلان مثل ما قلت لكم هسا تقولون تقدر توكل محامية والمحامية يمشي بغضيتك بدون ما تروح وتمسكك اي سيطرة وتحاسبك اوكي انا وكلت محامية قالت اش اسمه اريد وكالة الوكالة شلون الوكالة لازم امي تروح تسوي وكالة وتمشي المحامية بمستمسكاتي وتطلع لي مستمسكات بس امي قلت لكم راح ات اوراقها بالقصف انا جيت للدنيا شلو ذنبي انو اروح انسجن او بنفس الحالة يعني انا اذا طلعت راح انسجن واذا ضليت من المخيم انا يسا مسجون داخل المخيم مثل ما شوفون خيمة فاناشد جهات المهنية من خلال برنامج لوكيشن والاستاذ مازن الى اقولي حل ويطلعوني من هالمخيم لان والله تعبد والله يعني الله شاهد اني تعبد اريد اطلع اشتغل اكون نفسي ابسط حقوقي يعني اشتري الشغلات اللي بنفسي فلازم لازم يعني الاوراق شي ضروري تقدر تمشي وتنفذ اي شي تتمنى من خلال الاوراق تشتغل تزوج السافر اه وين ما تروح اوراق وياك ما حد ما يحاك